المزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي مجدي ساعدنا على فهم هذا التصريح أو الترجمة ربما لأنه في السابق كانت التصريحات آتية من المخابرات والبنتاجون تتحدث عن تسليم الصين أسلحة لروسيا والعمل في الخفاء لدرجة أن الصين طرت لنفي هذه المعلومات صراحة اليوم يأتي وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الصين لم تتجاوز هذا الخط ما الذي يحدث؟ هل هذه رسالة تهدئة إلى الصين أم أن هذا هو الواقع؟ دعنا نحاول أن نفسر ونغوص في هذه الجملة وهذه التصريحات يوسف بلينكين هنا كان يحاول خلال هذه الجلسة التي كنا نستمع إليها تستمر ساعات كما تعلم في مجلس الشيوخ الأمريكي كان يحاول أن يخفف من مخاوف المشرعين الأمريكيين وعلى وجه الخصوص الجمهوريين تجاه التقارب الكبير جداً الصين الروسي فيما يخص الأزمة الأوكرانية وعلى خلفية طبعاً زيادة الرئيس الصيني تشي جينبينك إلى موسكو مؤخراً ولقائه الشهير مع بوتين وبالتالي كان في مخاوف كبيرة جداً من المشرعين الأمريكيين جراء دور الصين المحتمل في الأزمة الأوكرانية وبالتالي من هنا جاء هذا السياق ليرد بلينكين ويقول أن حتى اللحظة الصين نعم تتقارب مع روسيا وتوفر لها دعم ديبلوماسي وسياسي وقد يكون مادة في بعض الأحيان خلال الأزمة الأوكرانية ولكنها لم تتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته واشنطن عندما يتعلق الأمر بتزويد السلاح الفتاك لروسيا في معركتها في الأراضي الأوكرانية وبالتالي من هذا السياق كانت تأتي أو يأتي هذا التصريح هو من باب التطميل للمشرعين الأمريكيين وإن كان يوسف في هناك مطالبات وتجديدات كبيرة جداً في الكونغرس الأمريكي على فك الارتباط الروسي الصيني بأي صيغة كانت وهناك من ذهب إلى المطالبة بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب وأن ذلك قد يساعد على أن يبعد الصين عن أي تقارب محتمل في المستقبل فيما يخص روسيا والأزمة الأوكرانية واضح أشكرك شكراً جزيلاً مراسلنا من واشنطن مجدي يازجي ساعدتنا على فهم هذه الرسالة بشكل أوضح شكراً شكراً